اشتركوا في القناة هذه نادي بارادو بترسانة منها اللاعبين وقائمة طويلة كل منتخب من المنتخبات الوطنية فهو ملك لنادي لما سينادي الزدش بطبيعة نادي بارادو كل القوائم عرفت اقل شي مشاركة من 7 الى 8 لاعبين في احد المرات كانت قائمة تضم الى غاية 10 لاعبين من نادي بارادو كأن الجزائر حكر فقط ولا المنتخب الوطني حكر فقط لنادي معين دون سوى ابناء الوطن الجزائري اذا كانت عبارة عن نادي واحد هو المسيطر على كل قوائم المنتخب الوطني وهذا ما جرنا لحديث سابق اللي يتطرق فيه مدرب المنتخب الوطني السابق لاقل من 20 سنة اللي دينا صفعة في تونس بالنتيجة والاداء والمهازل اللي صرح وخرج في وسائل اعلام الجزائرية انه زدشي لا يتدخل في قوائم المنتخب الوطني الآن زدشي راح منها نعرفوه الآن اصبحت لا توجد في قوائم المنتخب الوطني لاعبين ولا مش مشاركة لاعبين هذي بارادو مثل ما السابق بالتصيناه بالعشرة وبالستة وبالثمانية وبالسبة عفوا ستة ما كانش بالسبعة وبالثمانية وبالعشرة الآن بالإجابة واضحة راح زدشي راحوا لجوهر تابارادو ما عدوش يجو بالكمية الهائلة رغم انه بقاء اللدتية نفسها وبقاء المدربين يعني هذا يندل على شيء يدل انه زدشي هو ومحيط انتعوه مش شرط يعني يكون زدشي قادر يكون المحيط انتعوه هما اللي كانوا يضعون قائمة قوائم المنتخب الوطني لكل الفئات ولكل الفئات الشبانية لكن قبل ما يطرقوا القائمة المنتخب الوطني الجديدة ولازمنا كل صراحة انه لما شد قائمة السبشر تخير رغم انه فيه غيابات فيه علامات استفهم اللاعبين تقلقوا في ايطاليا لاعبين تقلقوا في انجلترا لاعبين تقلقوا في اسبانيا لكن لاعبين بعض اللاعبين اليوم ممكن لدي اليوم صعيب باش يطلق لك اللاعبين دفعوا هذا شيء معروف لكن يوجد لاعبين في اسبانيا يوجد لاعبين في انجلترا يوجد لاعبين في ايطاليا خاصة المدافعين في ايطاليا إن شاء الله في الطرب وسط القادمة يأخذوا بعيد الاعتبار هذه النقطة المديرية التقنية تأخذ بعيد الاعتبار هذه النقطة خاصة اللاعبين المدافعين في الدوري الإيطالي واللاعبين اللي في إيطاليا بصفة عامة إذن قبل ما ترقل القائمة شيء أثار حافظتي يعني يجب أن يتكلم عليها الشخصية اللي ديما نتكلم عليها لها فضل كبير في إظهار والكشف عن اللاعبين ومواب العصافير النادرة هذه الشبانية الجزائرية اللي في أورطا هو طبيعة حال محسن الأخ الفاضل اللي يعاون وعاون وعاون بصفة كبيرة الاتحادية السابقة هذا المحسن الجزائري اللي يحب بلاده جزائري العصير كان أطراف معروفة ومحسوبة على اتحادية السابقة وبعض الصفحات اللي يتهاجم هذا محسن من بين الصفحات هذه صفحات المحبين نادي بارادو هذه الصفحة عندها منشور عنده حوالي 6 أيام أو أكثر اتهجمت على محسن واتهمته أنه يكذاب وأنه يجيب في أخبار مغلوطة من شأنها يعني تشكيك في وطنية لاعبين وأنه محسن كذاب واللاعبين ريان هذا واحد لاعب اسمه ريان المدافع مارسيليا دهيليس ريان عفون ريان دهيليس واللاعب الآخر سيمبا اللي من أصل بابه من أصل كونغولي وأمه جزائرية يعني مثل مبولحي مثل يعني قضية مبولحي هذوما اللاعبين اللي قال عليهم محسن ما يقدروش يجوه بحكم الباكالوريا الصفحة هذي أكدت أنه الباكالوريا يوم 17 جواه وهم جايين هم بفعل جوا لكنهم ما نشور اليوم نفس الصفحة تعاوا تتناقض مع نفسها وتقول باللي سيمبا لاعب طروة ودهيليس ريان دهيليس لاعب مارسيليا راحين يعقبوا الباكالوريا سافرو باش يشتازوا باكالوريا يعني سافرو باش يعقبوا امتيحان الباكالوريا اهي مش عيب عليكم صراحة مش عيب تتهموا الناس وتسبوا الناس وتضحكوا عن الناس وتستهطروا بالناس وفي الاخير كما قال محسن الباكالوريا راح يعقبوا الباكالوريا راحوا وخلاوا المقابلة منتخب الوطني اليوم ودية ضد نادي بارادو وراحوا لعبوا وراحوا عقبوا الباكالوريا محسن لما قال هذين اللاعبين ما يجوه شهد نظرا لمعطيات المعطيات الباكالوريا شهد الباكالوريا لكن اللاعبين ما كملوش التربص ورجعوا التربص ينتهي في 25 لفانسينك هم ما كملوش التربص وراحوا سفروا الفرنسا بسبب مالا شات الباكالوريا إذن محسن لما تكلم تكلم من حقق بحقق تقولوا شات الباكالوريا في 17 جوان بعدها تتناقضوا معي في كلامكم أنتو ما معروفة الصفحة هذه معروفة صفحة زادشي وكانت صفحات أخرى مهمها مهاجمة محسن يا أخي حبي تهاجم محسن نعطيك شكون محسن بعوجة لا انتو ما تقولوا بلي زادشي جاب كأس فريقيا صحة زادشي جاب كأس فريقيا بفضل واش بفضل محسن مش كل يجاب هذا برنصر وره الاتحادية السابقة في عهد العاج ومحمد راوراوة مش محسن مش كل الأوائل 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 اللي تكلموا على النجم الشيخ رياض مهرز مش محسن عيب عليكم نجوم المنتخب الوطني اللي يلعبوا في المنتخب الوطني واللي تحصلوا على كأس فريقيا مش محسن بالنصر وبالأدلة بالنصر هو الأول اللي تتصل بالمنتخب العفوة بالاتحادية السابقة وطهما المعطايات كاملة باللكاي اللعب أمه جزائرية وباباه مغربي اسمه اسماعيل بالنصر يلعب في راديف أرسونال مش محسن عيب 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 إلا ننتهجمها نخدم مصالح زدشي نخدمها بطريقة أخرى ما ننتهجمش على ناس ونكذب الناس هذا الإنسان عاون الجزائر نشكروه يا سيدي راو غلطة سيدي نفرض راو غلط ممكن نعليش ننصحوه كذا وروا له قاله محسن ما عليش انت أخوناه وغلط ومش مشكل أي إنسان يخطأ بس حذروا عنده فضل كبير هذا المنتخب اللي تتباهاه باللي زدش يجب كأس فريقيا اللاعبين تتعوه جاب نصهم جابة محسن وكتشفهم محسن المشكلة يقول جابة محسن يعني الاتحادية الاتحادية السابقة عملت المنتخب تقريبا اللاعبين جابتهم هي بن ناصر هو اللي بينوا الاتحادية بن ناصر اسماعيل بن ناصر ما كانش تعرفوا الاتحادية هو لعطاها المعطيات كاملة ومعلومات كاملة يعني طبيعة هالخدمة الخدمان تاعها اللي لما لعبوه في السبعة دقائق الاخيرة في مقابلة انسيتا كونتر اثيوبيا والله الرؤس الانسيتا المهم مقابلة ربحنا فيها بفارق كبير فارق كبير يعني ستة والله العب بذكر السبعة دقائق والأثمانية دقائق باش ياخد صفت اللاعب الدولي كأصغر لاعب عنده سبعة عشر وثمانتاعش سنة دخلناه في الشوط الثاني في السبعة دقائق الاخيرة هذه عمل احترافية اتحادية بصعباش جي وتقول محسن فيهم فيها عيب عيب هذا الانسان يخدم الجزار يخدم الجزار نفروض نشكروه وقلتها محسن لما تكلم تكلمها معطايات باللي راحين يشتازوا الباكالوريا بالفعل اليوم سافروا وراحوا يشتازوا الباكالوريا باعتراف منك منتما يا أصدقاء إذن باعترافك منتما يا أصدقاء والمقربية اللي اصدقاء تأكدوا باللي اللاعبين هذين مسافروا بفرنسا لكي يشتازون الباكالوريا وراحتوا وتنقلتوا في هادرتكم في هادرتكم وفي كلامكم يعني عيب عليكم أما القائمة القائمة فيها لاعبين عجبوني فيها لاعبين يعني تنويع في المدارس الأوروبية يتصدرها الطبيعة فيها لاعب بايرمينيخ أي تعمر أولا فيك مرسيليا دهيل إسريان اسماعيل أونجي اسماعيل أونجي سانتتين بندريس وأحمن زوج لاعبين تولوز غاي مصالي فالنسيان بو عوان لانس أجاودي ديجون حمداوي ليل بالمختار طرواء لاعب سنبا ذلك لعب ممتاز هادا اللاعب لاغونتواز مهور وفاق سطيف فيها لاعب بورحلي فيها لاعبين ملاحم سعود سالم مهراء شباب لوزداد تباني غانم شرشور بارادو كين لاعبين سابقا كانت بالعشر لاعبين خراطو الإعلام شباب قساطينة بالحاجب وطبا أكاديميت لاعب أكاديميت فاف لاعب واحد عمر رفيق شباباتنا ملالا طايبي الدرعان زويش شبيبت بجايا زيان تحال جزائر نعماني أولمبي لمدية أوكريف يعني مدارس تنوعت إن شاء الله نشوفه في المستقبل إن شاء الله مدارس في إيطاليا في البرتوغال في إنجلترا يعني في إسبانيا باش المنتخب يكون قوي وميصاج أخير هذا المنتخب يجب الاعتناء به أنا صراحة لو كنت رئيس التحادية كنت نجيب له أحسن المدربين في الساحة الكوروية سواء جزائري كافاءة عنده شهادات وعنده سيفي قوي أو مدرب أجنبي عنده سيفي قوي لأن هذا المنتخب هو النواة هو المنتخب الأساسي اللباز هذا هو المنتخب باش نبنوه بشبان هذو ما الشبان هذو ما هم الشبان تاعة المستقبل هم اللي فيهم رياض معرز هم خليفة رياض معرز هم خليفة بن ناصر وما قالي فتماندي باش نكونوا هذا منتخب قوي يجب مدرب قوي صراحة المدربي اللي رميخ المولان يشتغلوا في الديتيان في الاتحاد الجزارية من أضعف المدرب حتى لو يحقوا نتاج رميحقوها بفضل اللاعبين لأنه ما عندهمش نهج تاكتيكي معين ما عندهمش فلسفة كراوية معينة نتمنى أنهم يشوفوا يعني بعين الاعتبار ينظروا بعين الاعتبار الفئة هذه أقل من عشرين سنة لازم ندعموها بمدربين مستوى العالي حتى تطلب الأمر أبوه الضخمان لا يسهل رك تبني في المستقبل ماكش ضامن محرز قداش يشد لك العام ماكش ضامن من الماندي قداش يشد لك العام ماكش عارف قداش يجيب لك من سنوات في غولي واللاعبين الآخرين لازمك توجد الخليفة توجد الخليفة بمنتخب شاب بلاعبين مستوى عالي سواء في البطولة الوطنية أو في أوروبا بمدرب محنك مدرب عنده شهادات عليا مدرب عنده سيبي قوي عنده إنجازات إذن يجب يعني جلب مدرب قوي مدرب عنده إنجازات مدرب ليقدر بهذا من اللاعبين وبالترسانة تعليبي لاعبين هذو ما بالمجموعة هذه بالمجموعة اللاعبين هذو ما زيد يدعموها بلاعبين آخرين خاصة من مدارس أوروبية أخرى بإذن الله تعالى راح نطلع المستوى وراح يكون عندنا منتخب في المستقبل منتخب تنافسي منتخب قوي اللي راح نضع فيه كل الثقة والأمل باش نروحوا بعيد سواء في كأس الفريقية أو في كأس العالم إذن حظ موفق لمنتخب الوطني في قادم الاستحاقات خاصة خاصة كأس العربية وكل الدعم وكل التشجيع لهؤلاء الشبان ومزيد من التألق بإذن الله تعالى وإن شاء الله نشوفهم مع مدرب كبير باش نشوفه منتخب خليفة المنتخب الأول اللي تحصى لكأس الفريقية وإن شاء الله يروح لكأس العالم نشوفه خليفة مهرز وخليفة في غولي وبقية اللاعبين إذن بالتوفيق لهؤلاء الشبان في الأخير متقنع مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته